العيد ذا طابع خاص هذا العام لا زيارات ولا احتفالات ولا فعاليات اجتماعية والسبب الحجر الصحي المفروض بسبب كورونا والذي غير المشهد وسط التزام عالم من المواطنين في الأنبار نقدم التهنية والتبريكات في ناس عدد الفطر المبارك إلى جميع الناس بصراحة مثل ما تشوفون جميع الناس ملتزمين بقارات خيرة الأزمة في محوط الأنبار وكل ملتزمة في المنازل بصراحة هو يحز بداخلنا أكو فرق بين العيد السابق وهذا العيد أكو فرق جدا شاسع الأجواء العيد الناس تروح على الناس بصراحة هذا العيد ماكو كل من ملتزم بيته إن شاء الله بسبب صبر أهلنا وناسنا بكل المحافظات العراقية وبقاهم والتزامهم بمنازلهم والتزامهم بقرارات خلية الأزمة بالحجر المنزلي إن شاء الله باقي شوية وترجع إن شاء الله الحياة لطبيعتها ويرجع الأمن والأمان وترجع أفراح أهلنا وناسنا وترجع الزيارات والعادات والتقاليد وترجع أفراح الأطفال على وجوههم وإحنا هذا العيد ما طلعنا ولا شفنا سبب كارونيا وإن شاء الله يرفع عن كل مسلم بجاه النبو محمد ويرفع عن عراقنا إن شاء الله الأطفال لم ترق لهم هذه الإجراءات فمدن الألعاب والمتنزهات كانت وجهة محددة مسبقا وستقتصر احتفالاتهم في البيوت مع الأهل والأقارب ويختلف هذا العيد عن كل الأعياد التي سبقت فالتهاني والمناسبات والاحتفالات ستقتصر على العائلة وعيدكم مبارك وسعيد عمر الدليم العراقي الأخبارية الأنبار